مزيد من المتابعة معي من القدس محرر شؤون الإسرائيلية في سكاينيوز عربية نضال كنعنا نضال مرحبا بك معنا سأبدأ بداية عن هذا الصراع وتصاعد الخلافات بين نتانياهو ووزير دفاعه جالانت الأمر وصل لليكود إلى الكنيسة نتحدث عن ربما بديل له لكن بالمقابل أوراق الليبيات جالانت هل يقدم وما مدى احتمالات أن يقدم على إحراج نتانياهو ووضعه في الزاوية بالإعلان عن موقفه من الهدنة بشكل علني أمام الملاء نعم أولا يمكن أن يذهب جالانت بعيدا وأن يخطو مثل هذه الخطوة لإحراج نتانياهو في السابق كانت هناك العديد من المواجهات بين الرجلين ما يميز جالانت ربما أنه الوجه الوحيد الآن المعروف داخل الليكود والذي يمكن أن يشكل تهديدا على نتانياهو مستقبلا أو يمكن أن يشكل تهديدا على زعامة نتانياهو نحن نذكر حتى قبل الحرب عندما قام نتانياهو بإقالة جالانت على ضوء موقف جالانت في حينه من إضعاف القضاء الإسرائيلي وفي حينه المظاهرات أعادت جالانت إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية الآن الأمور توترت بين الرجلين أكثر على ضوء معرفة جالانت بأن نتانياهو يحاول إلقاء تهمة كل ما يتعلق بالحرب منذ السابع من أكتوبر ولغاية الآن على جالانت وعلى المستوى العسكري في إسرائيل وبالتالي جالانت عندما يريد أن يرسم نفسه كزعيم كشخصية بديلة لنتانياهو قد يذهب إلى مواجهة مباشرة مع نتانياهو لكن هذا يعني بأن على الأغلب جالانت سيفقد الكثير من قوته داخل حزب الليكود ما زال نتانياهو يسيطر تقريبا بشكل تام على حزب الليكود وهي ليست سيطرة جديدة نتانياهو منذ سنوات قضى على كل الزعامات والشخصيات البارزة داخل حزب الليكود لم يتبقى إلا نتانياهو وبالتالي يمكن أن يذهب جالانت إلى هذه الخطوة إذا ما كانت ربما مقرونة بخطوات أخرى وربما حتى خروج جالانت من حزب الليكود وانضمامه إلى جانس وأيزينكوت مثلا في حزبهما أو في حزب لغاية الآن ما زال حزبا افتراضيا لليمين الإسرائيلي يشكل بديلا للليكود لكن عموما ستكون هذه خطوة صعبة لكن على الأغلب لن تؤثر كثيرا في نتانياهو لغاية الآن ما يؤثر في نتانياهو الأمر الوحيد الذي يؤثر على اتخاذ قرارات نتانياهو هو مصلحة نتانياهو ولكن هل نتانياهو قادر على استبدال جالانت في الفقرة القادمة؟ خاصة إذا ما أشرنا أنه قبل ظروف الحرب ومعطيات الحرب كان هناك اعتراض كبير على إقالة جالانت نفسه سواء من قبل مظاهرة الضغطة أو حتى من قبل مؤسسة العسكرية نفسها نضال هذا صحيح ستكون هناك صعوبة في التخلص من جالانت لكن مشكلة جالانت أن جالانت الآن بات مربوطا بالحرب في قطاع غزة جالانت يظهر لدى شرائح واسعة في إسرائيل على أنه مسؤول نوعا ما عما جرى في قطاع غزة وعما يجري في قطاع غزة وبالنسبة للكثير من جمهور جالانت أو الذي يمكن أن يدعم جالانت هو يرى بأن جالانت غير بعيد عن نتنياهو وأن جالانت هو جزء من سياسة حزب الليكود وبالتالي لن يلقى ربما الدعم الشعبي الذي كان يلقاه في السابق قبل الحرب هذا أولا ثانيا بالنسبة لنتنياهو ليس الشارع هو المهم إنما الكتلة داخل الكنيسة هي من تقرر مصير حزب الليكود ومصير نتنياهو وبالتالي يمكن لنتنياهو استبدال جالانت بجدع صاعر جدع صاعر الذي انشقى عن الليكود وذهب إلى جانس والآن انشقى عن جانس ويمكن أن يكون هذا بابا لعودة جدع صاعر إلى حزب الليكود أو على الأقل إلى الائتلاف الحكومي هذه تفيد نتنياهو أولا ستمنع جدع صاعر من الانضمام لحزب اليمين الذي كنا نتحدث عنه الآن وأيضا هو شخصية يمينية مقبولة جدا عند جمهور اليمين ويمكن أن يشكل بديلا على الأقل لجالانت نعم هذا فيما يتعلق بوزير دفاع جالانت عن الائتلاف نفسه والتوجه الأمريكي أو ما تم إعلانه نقلا عن أكسيوس على أساس أن البيت الأبيض يدرس فرض عقوبات على وزيرين في هذه الحكومة وفي هذا الائتلاف هذا يعكس إلى حد كبير سموت ريت شوابينغ في هذا يعكس تزايد الإحباط في إدارة بايدن من هذه الحكومة من هذا الائتلاف من هذين الوزيرين خاصة لدورهما في العنف المستوطنين وزيادة المستوطنات ما هي الأصداء على هذه التقارير نضال في تل أبيب أولا هناك غضب إسرائيلي في كل ما يتعلق بسياسة الإدارة الأمريكية وما يرون في اليمين الإسرائيلي المتطرف أنه تدخل أمريكي في شأن داخل إسرائيلي رغم أنه ليس شأن داخليا فقط هو تدخل في الضفة الغربية لكن اليمين الإسرائيلي يعتبرها على أنها جزء من أرض إسرائيل لكن إمان كما تذكرين منذ البداية عندما فرضت الولايات المتحدة أول عقوبات على شخصيات في اليمين الإسرائيلي قلنا بأن هذا إشارة واضحة لبنكفير واسموتريتش والآن بدأت دائرة العقوبات تضييق أكثر فأكثر وصولا لبنكفير واسموتريتش في الأسابيع الأخيرة فرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات هذه العقوبات بدأت تقترب أكثر من الوزيرين مثلا فرضت عقوبات على شخص متطرف جدا في اليمين الإسرائيلي من المستوطنين اسمه بينتسي جوبشتين هو مسؤول عن منظمة لهذا وهي تقريبا المنظمة أو الشكل الجديد الإسم الجديد لمنظمة كاخ التابعة للراف كهانة في حينه وهو مقرب جدا من بنكفير بالنسبة للولايات المتحدة هي ترى بأن هذين الوزيرين بما يمثلانه من تطرف أولا ثم من منصب حكومي يعني الآن وزير المالية سموتريتش هو وزير في وزارة الدفاع مسؤول عن الضفة الغربية مزيد من الاستيطان البناء الاستيطاني محاولاته كل الوقت حتى تحدي الولايات المتحدة وفرض عقوبات والتضييق على السلطة الفلسطينية وبالأمس أمام قرار محكمة العدل الدولية كان نداء بن سموتريتش هو ضم الضفة الغربية وبالتالي الولايات المتحدة تريد معاقبتهما وقضية أخرى مهمة هو بسبب دور هذين الاثنين في إعاقة الاتفاق في قطاع غزة فهؤلاء يهددان نتنياهو بإسقاط الحكومة وهذا هو الاحتبار الوحيد لدى نتنياهو كما قلنا وهذا ما يؤخر الوصول إلى اتفاق نعم شكرا جزيلا لك إذن نداء الكناعنا محرر أشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية كتمعنا من القدس شكرا جزيلا